دعنا نلقي نظرة على الظلم الذي ترتكبه أوروبا التي تدعي الرحمة والتي فيها الكثير من المحاكم لإقامة الحق والتي تريد حكم تركيا والتي تبث الرعب في قلوب الطغاة والتي تعتبر مهد العدالة أو هكذا وبهذه النعود تقدم نفسها للعالم هل لديك تلك المقالة؟ اقرأها من فضلك 95% من اللاجئين يذهبون إلى تركيا واللبنان والأردن وهناك جهود حثيثة لمنع الخمسة بالمئة المتبقين من دخول أوروبا وعلاوة على ذلك فكثير من الدول وبلا توقف تحاول منع الإرهاب من الزحف لبلادها في اليونان على سبيل المثال تم اتخاذ قرار ببناء جدار حاجز يحيط بحدودها وقد بنت بالفعل بلغاريا حاجزا يبلغ طوله 150 كيلو مترا لتطويق البلاد وبالمثل فعلت هنغاريا وقد صرحت المملكة العربية السعودية بأنها ستبني حاجزا بطول ألف كيلو متر على حدودها الشمالية وسيبنون أيضا جدارا ضخما ليحميهم من تنظيم القاعدة ناحية اليمن جارتهم الجنوبية ولمنع ميليشيات الشباب من دخول البلد تبدأ اليمن أيضا في تطويق نفسها وأعلنت تركمانستان أنها ستبني جدارا عازلا بينها وبين جماعة الطالبان والذي سيمتد طوله ليصبح 745 كيلو مترا وتخطط أوكرانيا لبناء جدار بطول ألفين كيلو متر مزود بأسلاك شائكة وألغام وكهرباء وسيتم تغطية المئة مليون يورو كلفة البناء عن طريق المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي مرة أخرى ولدواع أمنية قامت إسرائيل بإقامة وحدات للتفتيش ومتارس للطرق في الضفة الشرقية وعلى الجدار العازل هناك تجد برج مراقبة كل 200 متر مزود بأسوار مكهربة وخنادق بعرض أربعة أمتار وقد أنفقت انجلترا 7 ملايين جنيه استرليني في بناء أسلاك شائكة عالية بطول 600 كيلو متر لمنع اللاجئين من عبور حدودها وقد تم أيضا بناء أسلاك شائكة في مدينة كاليه الساحلية في فرنسا بالرغم من أن بعضا من هذا قد يكون مبررا إلا أنه مزال يعد اضطهادا غاشما للاجئين اشتركوا في القناة